تحركات اقليمية ودولية حول الوضع اليمني لكنها هذه المرة باتجاه الاعمار والتنمية الحكومة كشفت عن اجتماع دولي حول اليمن لبحث آلية تمويل خطة الاستجابة لمواجهة الازمة الانسانية والتي تبلغ ميزانيتها بحسب مصادر حكومية اكثر من ملياري دولار مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة خالد اليماني دعا المجتمع الدولي والمانحين الدوليين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع المرتقب عقده في جنيف في الخامس والعشرين من الشهر الجاري تتزامن هذه التحذيرات للمؤتمر الدولي للمانحين مع بدء اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة اجتماعها في الرياض ووفق بيان الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فان هذا الاجتماع يهدف لوضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع اقتصاد دول المجلس مصادر في مجلس التعاون الخليجي اوضحت ان اجتماع لجنة الاعمار يأتي مع الجهود الخليجية المستمرة لايصال المساعدات التنموية والانسانية للمناطق المتضررة من الحرب في اليمن تأتي هذه التحركات الدولية والاقليمية مع مساعي حكومية لعودة رؤوس الاموال اليمنية المهاجرة فالحكومة الشرعية بحسب تصريح وزير التجارة والصناعة محمد الميتمي لديها خطط جاهزة لمشاركة هذه الاموال في اعادة اعمار ما بعد الحرب تتوقع الحكومة ان تسهم هذه التحركات في اعادة اعمار ما خلفته الحرب في اليمن لكن السؤال المطروح بلا اجابة متى تضع الحرب او زارها ترجمة نانسي قنقر